السلام عليكم بداية الحلقة من نجمو كان نخصوها الستوري اللي هبته الياس سعد على انستجرام جلطهم منيش عارف شنوه بالضبط باش يصير لهم بعد ما يشوفوا التصوير اللي هبتها هبت تصويره او لابس مريول تونس الياس او سعد 24 منيش عارف نمروه ولا عمرو لكن عنده معنى كبير ياسر التصوير اللي هبتها والوقت اللي هبت فيها التصوير عندها معنى كبير ياسر على خطر نعرف ملاعبية يراوا في رواحهم التوانسة مية بالمية ومولودين في تونس ومنحبش نذكر الاسمة ممكن تعرفوهم لكن ثم ملاعبية التوانسة مولودين في تونس ووقت اللي في تظاهرة في قيمة كأس افريقيا ولا كأس العالم يقدموا لوش الدعوة يتقلب بمية وثمانين درجة كان يلقى يقول لك راهو اسمع مش نبدأه واضحيا راهي يقول لها لغة وتفليمك اللي يقول لك مثلا انا معاي توليش ونتمنى الخير للمنتخب التونسي ثم نسبة ممكن تتمنى الخير هذيك اقلوبة نظيفة لكن نسبة تعلم لعبية الاخرى ريت وقت اللي ما عايته لوش يتمنى المنتخب التونسي يخرج متور لوت باش نكونوا واضحين لكن هذا اللي الساعد اللي مولود في ألمانيا وباللي يأذلوه وباللي يسمحوني قردوه وما تقدمت لوش الدعوة للمنتخب التونسي يقولها واسمه موجود في القايمة الموسعة لضم 55 لا عايت له انت قدمت له الدعوة وهو قال لك لا بالرغم الكلام اللي قاعد يتحكيه وقال الأولوية الفريقي انت حطيته في القايمة متاع 55 تحب تنظر بوراس براس مع جماهير المنتخب التونسي او كان من غير حتى ما تقدم له الدعوة او كان موجود في الخمسة وخمسين وانبعد مش موجود في القايمة النهائية راو منه هو مش منيان اروا كجلال القادري ولا من مسؤولي الجامعة التونسية لكورة القدم احنا وكا حطينا له اسمه بين الخمسة وخمسين اما هو والله لا حبي يجيه اللغة ذيه احكيوها الغافل لانه لو كان بالحق حبيتوا تقدموا له الدعوة راكم قدمت له الدعوة في تربس كوريا واليابان لكن انتو ما نفقتوه ومع هذا بالرغم ما تقدمت لهش الدعوة الكائس افريقيا يلبس ماريول تونس دليل على انه راني تونسي بالصيف عليكم ودليل انه كيف كيف راني جاي للمنتخب التونسي اما بعد ما تمشيوا انتم بعد ما يمشيوا الرهوة ذو ما تونجيل تونس مش هو راهوة ماسي نبدوا الحين ثم الافضل منه وراو في المنتخب التونسي لكن قادر انه يقدم اضافة نجم ما يعاونك نجم تبني عليه مستقبل المنتخب التونسي وزيادة الخير ما فيها انداما من نجمه كان نقوله برافول اليس سعد والناس اللي يقول لك هو نفخ المنتخب التونسي ذا اخوية الماني مش كيف نحنا نحبه ولا نكره احنا نحبه ياسر البندير ومش تقوله واحده او مش تقول بهي تعمل 3000 دورة وتقول 3000 كلمة بش توصل كلمة بهي هذا بهي ولا خايب يقول لك بهي ولا خايب وقت اللي يقول لك بهي هذك هو اللي يقصد فيه وقت اللي يقول لك خايب هذك هو اللي يقصد فيه اليس سعد في تصريح قال وقت اللي بالرسمة يستحقوني للمنتخب التونسي موجود ونحاول نقدم الايضافة اللي قادر بش انقدمها هذا موضوع اول نغلقوه ننتقلوا للموضوع الثاني هو موضوع حنباعل المجبري لبيرا حبتنا حلقة على حنباعل وقلنا راهي ثم اندية جديدة اللي ترغى في خادمات المجبري على سبيل اعارة اذكرنا ليون الفرنسي اذكرنا اشبيليا اذكرنا كيف كيف فريبورغا الالماني والزوز اندية جديدة اللي دخلت على الخط هي اللي تنتاون ونزيدوا عليهم فولهام فريق يلعب من اجل تفادي النزول متواجد حاليا في المرتبة 19 وفولهام متواجد في المرتبة 14 لكن الجديد اليوم وتقريبا 6 سويع بالتحديد صحيفة اسبانية ووقت اللي نقوله صحيفة اسبانية اكيد نحكيه على فريق اشبيليا الاسباني الصحيفة الترقت الموضوع حنباعل المجبري الصحيفة تقول فريق اشبيليا عندهم كشفين في انجلترا الليعب يتبعوا فيه عندهم فترة طويلة يعني الكلام اللي كان يتحكيه في الميركاتو الصيفي انه فريق اشبيليا يرغى في خدمات حنباعل المجبري على سبيل اعارة او نهائيا ما كانش غالط كما قلنا الصحيفة تقول انه فريق اشبيليا يتبع عنده فترة في حنباعل المجبري بما انه حنباعل ما تقدمت لهش الدعوة للمنتخب التونسي باش يشوف مستقبله تستغل ادارة اشبيليا الوضع باش اتقدم اعارض الادارة منشستر يونايتد اشبيليا يحب على حنباعل المجبري على سبيل الاعارة يكمل معاه الموسم لو كان اقتنع بالامكانيات متاعه يشري ادارة منشستر يونايتد تقول لك ليه تحب على سبيل اعارة ونتفاهمه باش يلعب عنده وقت معين في كل مقابلة يلزم يلعبه ما تحبش ربي يعينك الانديا ترغى في خدمات المجبري يا خالدة القربية وليدة الهيشري وعمار الجمال صحيفة كيف كيف تقول هذا روى على حساب الصحيفة وكل شي مواثق قدامكم تنجموا الترجموا ليفهم بالاسبانية لو كانت غلطة مش مشكل ويرحم والديها يصلح لنا الصحيفة شو تقول ناصيري المهاجم بتاع المنتخبة المغربي اللي باش يكون متواجد في كأس افريقيا واللي فريق اشبيليا باش يخسر الخدمات متاعه فرصة باش يفوز بخدمات حنباعل المجبري يقولوا انه اللاعب هجومي يعني صحيح مش في المركز متاع ناصيري لكن قادر يعاون هجومه اشبيليا هذه نقطة نقطة اخرى بغاية الاهمية على حسب بعض الصحف الانجليزية وبالتحديد الصحفي كريسا ويلر يقول انه ادارة منشستر يونيتد تفقت مع حنباعل على تجديد العقد دائم تاعه في انتظار الاعلان الرسمي مدة العقد خمسة سنين هذا اللي بش يمنح حنباعل وسط الانتقال الفريق اخر على سبيل الاعارة حكينا في حلقة البارح قولنا شخصيا نتمنى انه حنباعل ينتقل الدوري الاسباني لانه وقت اللي تتفرش في الدوري الانجليزي وتشوف اللعبة كيفاش جارحة ولي يعمل كنترول تلقى عليه زوز وثلاثة ملاعبية بينما الدوري الاسباني اكثر هدوء ممكن حنباعل قادر بش يبرز او يظهر الامكانيات تمتاعه اكثر مع فريق اشبيليا ما ننساوش انه فريق اشبيليا فريق عريق في الدوري الاسباني تمنيتنا بالنجاح الحنباعل المجبري فقط بش يقعد في منشستر يونيتد دراهم ما هو شي موضوع مانشستر مرة فوق ومرة لوطة مانشستر ساعة لساعة مع ايريك تنهاج ما تفهمش يبدأ خاسر تلاثة بلايش خاسر تلاثة بلايش يهبط لك حنباعل المجبري تقول مش مشكل خاطره هو عرف روح وخاسر عرف روح وخاسر ما هبطوك بش برتع المقابلة اللي بعده يبدأ منتصر هدف لي سفر ويحب يحافظ على انتاجه يهبط لك حنباعل المجبري مقابلة كله هوا هبط حنباعل حاجة بيه وهو منتصر ولا متعادل كيف متعادل مع ليفر بول ويهبط لك حنباعل في الربع ساعة الاخيرة يحب يسكر بيه وباش ما يقبل لش هدف على خاطر بين ايريك تنهاج ماشي لليفر بول من اجل نقطة التعادل مقابلة مهمة على الاخر وذد ليفر بول المتصدر الدوري ويهبط لك حنباعل حمدو لله حنباعل اصبح لعب مهم بالنسبة لإيريك تنهاج والمقابلة اللي بعده باش نلقاه المقابلة اللي بعده على دكة الاحتياط مقابلة كاملة يعني المدرب هذا ما تفهموش لذلك حنباعل المجبري يلزم الستة شهرها دو ما يخرج باش يكور اكثر وباش يزيده يسقل المهارة متاعه اكثر ووقتها من هنا من نهاية الموسم نحكموه على حنباعل لانه حاليا رو اختلين دافوا على المجبري رو مش معناها رو قد في مستوى كبير رو مع المنتخب التونسي الى حد الان متأكدين ومتفهمين ومتفقين انه مزيل ما قدم شيء ولو هذا افضل ما هو قادر يقدمه حنباعل المجبري في المنتخب التونسي ما عندوش مكان في القائمة مش في التشكيلة الاساسية لكن كيف كيف متأكدين انه حنباعل قادر باش يزيد يطور من الامكانيات متاعه حتى يصبح من افضل اللي ملعبية في المنتخب التونسي وقادر باش يقدم الاضافة اللي ممكن برشا ملعبية في المنتخب مش قادرين باش يقدموه ولا ما قدروا هي ما قدموهاش لا في الماضي ولا ينجموا يقدموها في المستقبل حلقتنا اليوم وفيت في ختم الحلقة كل عادة الباياري متبقى كبش يقولكم تحية تونس عيش تونس كنا تونس وسلام